ويت يعني اقابلتكم بالوجدة اعمل ماسكرة اعمل ماسكرة اشنا شكليكم شو غير شنو مقبول السلام يا حلوين كيفكم اتمنى تكونوا بخير و بصحة و بعافية كيف اخباركم كيف اموركم اكتبوا ليه تحت في التعليقات اخباركم شنو اموركم شنو قعد تعمل و شنو اليومين دال الليلة الفيديو شايفين ظهر اليكم بانو بس اعمل حاوعد بي وهس اعملت شوية ماسكرة ليه لانو دار اعمل باجي الويش معاكم الليلة عايز اعمل معاكم الفيس ومنتجات بتاعت البشرة بمنتج جديد بطول جديدة ما هعملوا بالفرش وما هعملوا بالبلندر وما هعملوا بيدالي هستعمل حاجة جديدة في كوكبنا بتاع الميكب وانا مبسط شديد ان اخدتها تعرفوا تاتي تعرفوا تاتي بيوتي تعرفوا تاتي بيوتي ولا ام تعرفوا تاتو بيوتي تاتو بيوتي يا ايماعا تاتي دي زولة فنانة وفاهمة جدا جدا بتدرس الميكب دراسة بتجرب المهم هي في مجال اليوتيوب زولة قديمة جدا جدا وبعد ذا قامت عملت شركتها الخاصة بتاعت منتجات التجميل والبشرة عملت لين بتاع فيتامينات للبشرة والشعر وكده وبعد ذاك عملت ميكب عملت بالت بتاعت عيشة دو تجنين تجنين أنا بس ليس ما أخدتها هاخدها إن شاء الله إن شاء الله هاخدها وتاني نزلت المنتج ده اللي هو حاجة جديدة تماما في عالم التجميل المنتج الجديد تماما اللي هي أخدته في عالم التجميل طلبته وجاني في الباكيج دي كفيز اللي هو باكيج لزيزة ومضاف لها جوه هنا لأير بابل بتجي معاها الفاتورة يعني أنا مشترياها تاتي بيوتي المنتج ده اللي هو ده بلندفل ده بلندفل و هنا مكتوب بلندفل وفيه 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 كاتبة ملحوظة هنا بيخط يدها تاتي إنه No Harsh Limes طيب المنتج ده ما نفتحه سوا صح بعد ده ندك شوف شنو عارفين وصلتني لها فترة بالجد يعني البلندفل وصلني لها فترة لكن عايزة أشتغل بيو معاكم عايزة أفتحه معاكم إنتم لأول مرة يلا بسم الله يا الله دي البلندفل البلندفل هي أداة تاتي بتقول حلوة نعمة شديد المهمية بتقول بإنه هذي البلندفل هي بتستخدمها لأي حاجة في الوش يعني منها البرايمر الفونديشن الباودر ال 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 الكنتور و يعني بتستخدمها بعددك بتستخدمها بكل الجهات يعني بتستخدمها كده تستخدمها كده تستخدمها كده يعني عرفته تستخدمها في كل الاتجاهات نعمة شديد وتاني كاتبة بإنه الغسيل بتاعها سهل جدا 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 معاها البابي بلندفل دي هي شوية أكسر آآ يعني دي أليان في فكرة إنها تتاني كده دي أليان آآ أسهل دي شوية خشنة لكن يعني كويسة يعني زول مسلا ممكن يستخدمها لأنها صغيرة ممكن يستخدمها هنا استخدمها تحت تحت العيون في يلا نعمل لي ميك اub للويش نعمل نعمل أول حاجة ونشوف مهمة ده شنو إخيين نعمة دي شنو الخامة دي غريقة خلاص بتشيط غريبة شديدة. طيب اعيزة اعمل البرايمر بتاع التا بيوتي بتاع البورلس فيس برايمر ده. اعمل كده نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا بس كيف هيا. اوكي. يلا نبدأ نشوف البلند فل هتعمل ايه? هنمسكه كده. هاستخدم الجهة دي. عارفين? الاحساس غريب يعني مختلف يعني انت متعود. المحدة فينا متعودة على الفرشة. الاحساس مختلف مش كده وبتاع والا والا والسبونجيز دي او البيوتي بلندرز البتاع دي. انا عم انا عم شديد على الويش. حزاها يعني. الاحساس بتاعها مختلف شديد. الاحساس بتاعها غير غير على البشرة. هعمل الكوريكتر بتاع برو. الايبرو. الاورنج. بايداوي الباكيج دي اه اللي فيها الاثنين بلندفل اه ب 18. 18 دولار. هستخدمي نفس الجهة بتحت البرايمر مع اطلن نظيفة يعني. كأنه زوال الظريف نايم بعمل لي كده. نعمة 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 يعني ما تخيلوا نعمة كده. عارفين فيه اختلاف التوزيع بتاعها حتى. يعني الفورشة بتحسوا انها بتعمل النجط بتاعت الفورش. بتاعت الشعر بتاعها. الاسبونج بتحسيها تعمل الاريات بتاعها. يعني لو هي ارياتها مدورة كده بتكون مخطيها الاثر بتاعها. دي ما عامل اي حاجة. ما عامل اي حاجة في الحاجة دي. اه خلوني اعمل بليف بيوتي. بايداوي في فيديو كامل باستخدم فيه منتجات من بليف بيوتي. الفونديشن ده رخيص بخمسة دولار. بخمسة دولار فقط لكن ما تتخيلوا. انا حبيته كاف. جادة استعملوا استعمال يومي. رائع رائع. اوكي بما انه دي تعتبر لسه نظيفة فانا هستخدمها بها هي برضو. يا جمعاني نفسي اوصف لكم الاحساء فان انا حاسها. بالتوزيع بتاع البلندفول ده. ما عارفة هو المفروض اطبطب ولا ممكن امسح. هي برضو حلو يعني ما. ما سيء. او يعني ما حاسها بيغير حاجة في شغلها يعني. انا حاسة ان قاعدة اعمل وشي كويس. يعني انتم ما عارفة اوصف لكم. لكن بجيت حاسة ان انا لطيفة على وشي. حاجة غريبة. يا ربي. جاعدة افكر في انه الفايبر شنو المعمول منها. اوكي حاخد من جيوني التوتل كنترول دية. انا مؤخرة التوتل كنترول دا. يعني استعملوا اهز اه كنسيلر. بس لانه اللونه حلو. اللونه اصفر كده ولذيذي يعني. فهعمل هنا. دي كده انتهت. ولا اعمل بها هي زادة. يلا. ما هي ما ما سيء. بعدين شنو هنا. الجزو ده. اللي بتحس يعني انت بالبرش ولا بالبيوتين بلندر العادية ما تحصيليها. دي لانها لين يعني نسيك كده لين فبتدخوش. المهم بتزبط لك الحتات الزي دي بيمزاني يعني. بتجد رائعة. التوزيع بتاع البتاعة ده ما يعني. دي غريب. غريب 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 غريب. حلو شديد حباتة. طيب. هاستخدمه هي زادة. هعمل بها اه 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 كنتورينج. هاستخدم الهود بيوتي تانتور. اللي هو داريكتي فيه ميديم. لانه كريمي برضو. اه هاعمل شنو ها اتنيها كده. اوكي. ها اتنيها كده. لاحظته? بينزل كده. في مكانه في مكانه يعني. ممكن ترجع للطرف الاول. اللي عملت بيوه. يا تدميجي يا تنضيفي. ارجع للجيم التاني اللي عملت فيه. ممكن ارجع للطرف الاول تاني. كده. ادمج الطرف. لاحصله بجفلالس كده. هنا يا غايته انا هنا ممكن الاضاءة تكون كتيرة لكن انا هنا شايفهم انه انما تبي طريقة حلوة شديد في وشي وما في اي خطوط. فاصلة ما بين التنتور وباقي وشي. يا ربي بنفع. هاشيل من نهزة اعمل بها الانف. ولا بتكون كتيرة بتكون عريضة. نجرب. حالوة. حالوة. اقسى رتني. اوكي. هاشيل جنبة دي. النظيفة. وهاشيل. هاشيل الارس بان. بتاخد من الطرف النظيف ده. اوكي? يعني هعملها كده. كده. اوكي? هاشيل البودر بسم الله. تجربة تجربة. احلى حاجة في الدنيا تجربة في الميكب ده. بسم الله. انا يعني مش انو هايلايت بيها اعمل بيها كل ليش. يعني معجبة ما قادر اتكلم. ما قادر اوصف. البداية دي سريعة. سريع يعني. يعني حسيت ان انا انجزت الموضوع سريع يعرفتوك. عايزة اعمل. كونتور باودر. تمام? هاخد الجيوني. اوكي هندي طلعتها في الطرف ده. ما عارفة كتيرة ولا حبا? غايتو حاشوف. طيب. ما عارفة ده نضيف. فاحت اتنها كده. يا دماعة. ما قد تخيله الدمج بتاحيله كيف? حاستعمل إلوميناتر ولا هايلايتر من فوريغة 52. دي رقمه 004. اللون. طيب باعتباري انه ده توسخ هو لسه في طرف هنا نظيف. تمام? لكن في حركة حلوة شديد شفتها هي بتعميلها بانه دي. وديها الناحية التانية كده. تمام? وعندي الطرف ده نظيف. هاهاهاهاها. فاستخدم الجنب ده. همسيها كده. وهاستخدم الجنب دي. استخدم الجنب دي. هاشيل آآ من الهايلايتر. يخوات. عارفين انا الطبقة دي كده بعد كم مرة بالفرشة يعني بعد مرتين طلعتها اربعة. شوف هي قدتني الدرية دي على طول. المستوى ده في اللون. رايكم اشي. ايه بداع البلان ده خالي. طيب ارجع كده ده الطرف الورا ده. ده. عشان قدني تباو هنا. جبار. هسي اللي انا بعمل فيه ده باكد حاجة. انا هسي قعد عمل في ريتوتش. ودي حاجة هي قالتها برضو تاتي. قالت بانه البلاندفول دي. لزيزة جدا جدا. في انك تكون قاعدة عندك في الشنطة. يعني انت طلعتي مشوار. وعايزة تخش التويلد عشان تعملي ريتوتش للمايكب. البتاعة دي هي اللي تكون موجودة في الشنطة. هي دي. لانا هتعمل خرافي. انتم شايفين والشي? انتم شايفين والشي? انا حاسة انه انا. يعني انا ما برمي الفرش يعني. يعني ما هيقول انه هما ما. لكن دي 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 التأثير بتاع غريب. غريب غريب في البشرة يعني. والله العظيم. ناعم وصوفت. تحس ان الحاجات دخلت كده في الخطوط التعبيرية في كده يعني. نعمة 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 غريبة. نعمة غريبة. ولاحظوا انه دي يعني ده لسه الطرف ده لسه نظيف. انا عملت بالجوزو ده بس. ده كل ونظيف كم جانب. نظيفين. وكملت ميكا دي. يعني هي دفنت لي ما حتى عمل ليها ايشادوز. ولاحظوا انه دي ما هبشتها. يعني ده هي خطاها. انه مثلا يعهول تحت العيون ولا المهم حياة صغيرة. احسان اشتغلت جميلة 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 بس يا حلوين ده كان الفيديو بتاع الليلة انو فتحت معاكم البلندفول واستعملتها راي فيها وعجبتني ولا لا ياخي يا ريت لو تقدر تصلكم كلكم جميلة بجيب تجربتها شكرا لكم كتير اذا عدبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك تعملوا سبسكرايب وتدوسوا على المربع الاحمر على اساس انو جيكم نوتيفكيشن كل ما ينزل لي فيديو الاقيكم في فيديو تاني باي